اشتركوا في القناة الدكاء الصناعي من دال اي وطبعا اغلب انظمة الدكاء الصناعية انظمة مفتوحة المصدر فبالتالي يسهل هذا على الموقع ان تقوم بدمج هذه الانظمة في خدماتها وهذا مثلا ما فعلته وما فعله موقع كانفا اذا فمن اجل الاستفادة من هذه الخدمة خدمة الدكاء الصناعي في موقع كانفا يكفي الدخول الى الصفحة الرئيسية لكانفا ثم الذهاب للتطبيقات على هذا الشكل وتحديد text to image تحديد هذا التطبيق عندنا هذا هو التطبيق يمكنك استخدام تصميمات جاهزة او البذع في تصميم جديد سنختار الخيار الثاني على هذا الشكل سنختار القالب مثلا يمكنك تخصيص القالب اللي تريد بالابعاد اللي تريد او يمكنك استخدام يعني قالب جاهز مثلا سنختار منشور انستغرام على هذا الشكل اذا فهذه هي واجهة كانفا طبعا واجهة تقليدية لموقع كانفا لكن الاضافة هي هذا التطبيق الخاص بالذكاء الصناعي وهنا يمكننا كتابة النص الذي نريد تحوله الى الصورة طبعا كما نلاحظ فكانفا هنا يدعم اللغة العربية بالتالي يمكنك كتابة المدخلات باللغة العربية مثلا سنجرب على سبيل المثال شخص يمسك مثلا شخص يمسك كفاحة باللون الاخضر على سبيل المثال ثم نقوم بالنقرة على انشئ الصورة كما نلاحظ فهذه النماذج من الصور التي يتم انتاجها بالذكاء الصناعي عن طريق المدخلات التي تقوم بكتابة مثلا يمكننا ان نختار مثلا هذه الصورة على سبيل المثال وطبعا تستطيع استخدام هذه الصورة بالأدوات الموجودة مسبقا في موقعك مثلا على سبيل المثال فهذه الصورة تم انتاجها بالذكاء الصناعي اذا مثلا سنقوم بانشاء صورة جديدة على سبيل المثال سنقوم بحذف هذه الصورة سنقوم هنا مثلا بكتابة مدخلات اخرى مثلا شخص يستخدم مثلا شخص يستخدم حاسوب محمول في مكتبة سنقوم بالنقر على انشاء صورتك اذا فهذه النماذج من الصور التي تم انتاجها عن طريق المص او المدخلات التي قمنا بإدخال شخص يستخدم حاسوب محمول في مكتبة وحصلنا على هذه النماذج طبعا يمكنك دائما تعديل المدخلات بالتالي يمكنك في هذه الحالة تعديل الصور النهائية مثلا ساختار هذه الصورة على هذا الشكل يمكننا مثلا تكبير الصورة وطبعا سنحصل على هذه الصورة على هذا الشكل ويمكننا طبعا تحميل الصورة النهائية على هذا الشكل إذن هذه الصورة النهائية إذن فهذه طريقة استخدام دكاء الصناعي تحويل الصور أو تحويل النصوص إلى دكاء صناعي باستخدام موقع Canva إذا كان ذوي الشرح شكرا لكم